صباحكم سعيد نشكركم على الاستضافة جميل من أين نبدأ النقاش في هذا الموضوع الذي يعتبر طبعا حتى المرض داء السكري وهو مرض الساعة بالإضافة للضغط الداموي لكن نركز طبعا على داء السكري الذي أصبح انتشاره مخيف في الجزائر بالنظر إلى الأرقام المقدمة من طرف الوزاعة الوصية طبعا قبل ثلاثة أيام ويقارب ثلاثة ملايين مصاب الوضع أصبح مخيفا لسا كذلك نعم هذا شيء نسجله للأسف حتى أن الإحصائيات العالمية تعطينا أرقام مخيفة حيث أن عدد المصابين بداء السكري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تضم الجزائر شاهدت تضاعف عدد الحالات بأربع مرات وبالتالي بين 1995 حتى 2025 عدد المصابين ازداد رغم أنه في الوقف فقط قبل كان الدول المصنعة مثلا قلوا الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الأوروبية كانت يتأخذ صدارة من حيث عدد المصابين بداء السكري نحن رأينا تضاركنا بطريقة مخيفة العدد لحقنا إلى عدد كبيرة وهذا الشيء نلاحظه بخصوص متوسط الأشخاص المصابين بداء السكري كما نلاحظه في حسبة الإحصائيات الأخيرة كان متوسط العمر هذا الفضل الجزائري في نوع السكري من نوع الثاني هو 45 سنة في حسبة أخرى الإحصائيات تراجع هذا السن إلى 35 سنة وبالتالي عندنا أشخاص أكثر يكونوا صغار ويكون عندهم السكري في وقت صغير وبالتالي حيعيشوا سنوات كثيرة من العمر تحهم مع هذا المرض والنتيجة الحتمية حيكونوا عندنا مضاعفة أكثر خاصة لك أن نشوفه متوسط عمر المدى الحياة عند الفرض الجزائري عند الرجل نرقاه 75 سنة عند المرقى نرقاه 78 سنة تصبر معي لو أنه الشخص هذا يصاب بداء السكري في عمر 35 سنة عنده 40 سنة حيات مع داء السكري إذا كان عندنا داء السكري متوازن نقدر نحافظه على حياة متوازنة وبالتالي المضاعفات ما تكونش عندنا مضاعفات المشكلة رأيه عدم التحكم في داء السكري عدم تقبل المرض يعني هذه الحاجة نلاحظها يعني في صفة يعني كثيرة يعني معلي مالات كنشوفوا المرضى كنت حدثوا معهم عنا عدم تقبل المرض بالنسبة ليهم هذا المرض هو عبارة عن مرض مؤقت كما سمعنا الطفلة هذه الصغيرة قلت لك أنا يلحق وقته ننحي الأنسولين لماذا؟ لأنه داخل الدهنية لا نتقبل أننا نخدم دواء مدى الحياة ليس حاجة سهلة يعني وحدي يعني كن صريح ولكن لازم الفهم تعل المرض من طرف المريض رأيه شيء مهم جدا عنا أولا تقبل المرض عنا ثانيا الفهم ما هو مرض تاعي هذا كيف يجب أن أستطيع كيف أستطيع أن أتحصل على داء سكري متوازن كل هذه النقاط نحن في الجمعية نحاول يعني قدر الإمكان أن نسديل نصائح المهمة نحاول أن ننافق هذا المرضى نحاول أن نجد حلول ربما لأنه نحاول أن نكون بزاف الإسخاء نسمع المرضى نسمع المشاكل تاع العائلة ربما في بعض الأحيان نطلب من عامل علاج ذاق السكري والمراض المزمنة بصفة عامل ليس فقط علاجا عضويا لما هناك طرف نفسي أيضا مهم في بعض الأحيان ترقاب للمريض الأكل تاعه متوازن يقوم بالمشي يعني يشرب دوة تاعه ولكن في فعل التوتر الذي يكون عايش فيه في العائلة تاعه هذا التوتر يخلي السكور تاعه يطلع وبالتالي الجانب هذا المرضى السكري لا عنده شغير عامل واحد هو ما أرد على لديه عدة عوامل جميل لماذا وصلنا سيدة الكريمة لهذه الأرقام التي أصبحت مخيفة كما أشعرنا ومتسارعة هذا التسارع لديه عدة أسباب السبب الأول هو نمط الحياة لو كاننا نحكمه نشوفه نمط الحياة كيفاش عاشه جدودنا كيفاش عاشته الوالدين وكيفاش نحن نعيشه الآن نرقاب لكي نتغير في الوقت الجدة تاعي مثلا كانوا يأكلوا أكل صحي هو الأكل الذي يوصى به حاليا هو الحمية المتوسطية لو كاننا نحوسه على جوجل نرقاب الحمية المتوسطية تحتوي على ماذا تحتوي على زيت الزيتون تحتوي على الزيتون تحتوي على الأسماك تحتوي على الشاعر تحتوي على العسل تحتوي على الليمون كل هذه المأكلات اللي كانوا يأكلوها جدودنا والعائلة تتعني رغم أنهم كانوا في فقر ما كانوا عندهم إمكانية كبيرة لحنا في الوقت تعذركة وما هي الحاجة اللي نأكلوها لو كانوا نروحون ندقيق ماذا نأكل نستعملوا بزاف الوجبات السريعة لأنه علشنا نخدموه نحبو نأكلو بطريقة سريعة يعني هي حاجة فعالة بمنطق الوقت ولكنها يعني كارثية بمنطق الصحة نرقوها غانية بالدسم غانية بالسكريات وجبة يعني تكون دسيمة إضافة إلى ذلك دايما لازم معاها كاستع العاصر ولا كاستع المشروبات الغازية هذه الكمية الكبيرة نستهلكها في الفترة الغادة إذا النظام الغذائي هو السبب يمكن القول بين الأسباب الرئيسية اليوم نظام الغذائي الزيادة في الوزن السمنة المفرطة اللي نلاحظها خصوصا عند فئة الأطفال والشباب يعني نشوفه في شوارع تعنا يوميا إضافة إلى ذلك السكون معناش نتحركه معناش نشاط البدني اللي نقدر نقوله الأدنى على الأقل المشي الأغلبية تعالي نستعمل وسائل النقل حتى ربما باش تتقضي الأشياء البسيطة في المنزل ترفض الطوم موبيل وتروح تل المتجر تشري وتعاوى تولي لو أنه نغيره هذه العادات يعني وحب هذا لو تكون هذا التغيير يكون على مستوى العائلة كي يخرجها رب البيت يدي معها الزوجة تاعه كي تخرج الزوجة تدي معها الأطفال تاحها لو كان نحكمه نستعمل وهذه الطرق بتصفة يعني جامعية نحن نلاحظوا هذا الفرق في كما قلوا من ناحية الإحصائيات من ناحية الفحص النقل هناك تحسن على مستوى المؤشيرات شيء ثاني مهم جدا ولدوا يعني أنوهها إليه هو أننا نحنا في الجزائر لدينا مشكلة التربية الصحية لازم نحطه في التربية الصحية في بالنا ليس خطر شخص هذا كان عنده سكر أنا لم يحش يجيني السكر كامل كلنا يعرضون لإصابة بداء السكري أولا ثانيا الفحص لماذا لا نقوم بفحص أنا على مستوى المكتب والله يتجيني حالات في بعض الأحيان 12 سنة 13 سنة المريض لم يقوم بفحص دوري رغم أن الفحص يسمى دوري مرة في السنة نقوم بفحص نروح عند الطبيب أي عيادة أو أي طبيب متوجد على مستوى الوطني نتقدم له ما رانيش مريض يا طبيب من فضلك دير لي فحص كامل نشوف هل عندي الأنميا هل عندي نسبة السكر تعي هل راني في مرحلة ما قبل السكري للإشارة في مرحلة ما قبل السكري يمكن أن أعود إلى أن نعود سليم لكن كن نجوز مرحلة ما قبل السكري ونروح إلى مرحلة السكري للأسف ما عندناش طريقة بش نعود الأغلبية على المرضى يقول يا طبيبا لو كان جيت نعرفه قبل لو كان جيت نعس روحي ما نلحقش روحي لهذا الشي الوقاية تبقى يعني هي الحد الذي يسمح لنا أولا إنقاس عدد المصابين ثانيا العيش حيات سليمة بذن مضاعفات وثالثا إنقاس نفقات الصحرة نشوفه نفقات كبيرة حتى النفقات هذه نبدوها للمرضى اللي يكونوا يعني ربما عندهم بطر ربما عندهم قصر كلاوي لأنه ما ننسوش المرض السكري المرض لديه عدة مضاعفات يمكن أن نلحق حتى العمى حتى بطر الساق هناك عندي أشخاص يعني موصابين في ساكن داروا لهم البطر 42 سنة 43 سنة تتصور أنتها شخص 43 سنة 4 عائلة يبترونوا الساق تاعوا حتى لازم نعاود نبدلوا مكان العامل تاعوا رايي ماشي حاجة سهلة وبالتالي نحن نعاود نحكمه بخطوات بسيطة يتبعني نظام صحي غدائي يعني المشي ما نقولوش لازم يروح يدي الرياضة كبيرة المشي 30 دقيقة يوميا إضافة إلى ذلك نحاول أن نقص الضغوطات قد ما نقدره أن نقلي عن التدخين أن التدخين كذلك يمكن أن يخلينا يعطينا مشاكل على مستوى القلب إضافة إلى ذلك المحافظة على وزن تاني وزن نقدره نقوله معتادل ما نقولوش واحد يكون مشي واحد يكون عنده وزن معتادل ما تكونش عنده زيادة في الوزن كل هذه العوامل نرقبه نسبة الضغط الدموي نرقبه نسبة الكوليستيرول كل هذه العوامل لو أننا يعني بطريقة طريقة بسيطة يعني ما تستهلكش بزاف الأموال لأنه يستعطيع المواطن بان طريق السندوق الضمان الاجتماعي دير الفرحوسات بان طريق بطاقة الشيفة شميل في قضية دائما غادية التربية الصحية لأنه أردت أنه خاصص لها حيز باعتبارها مهمة لكن لضيق الوقت ركيزة من العيد أكيد سنحاول أن نختصر قدر الإمكان لأنه العديد من الأخصائي اليوم خاصة فيما يخص السكرية تحدثون على قضية اتباع نمط التغذية الصحية لكن اليوم فيما يخص التربية الصحية التي ضرورية أنه اليوم سواء الصحة أو المرضى عليهم أن يحذروا أيضا من النمط التغذية لأنه يقدر يقول لك ندير ريجيم لكي نتكلمه بالعامية لكن باش ما يمرش بيداء السكري لكن يصاب بمرضى آخر هو الحاجة اللي يجبنا عرفوها كانت هناك جملة صحتك في غذائك غذائك هو دوائك وبالتالي لو نحكم هذه الجملة لو أننا نطبق ولو نسبق لي لمشي لقال نبي صلى الله عليه وسلم قالك نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع كي ناكله المكلة اللي ناكلها يعني واحد يكون حقاني الإنسان كين هناك رغابات في بعض الأحيان نحن رأنا المجتمع عادة وتقاليد ما نقدرش أنا مثلا شخص مصاب سكاري 42 سنة نقول له ما تكوش الكوسكوس ولا ما تكوش الرشتة ولا ما تكوش المحاجب هذه شيء غير واقعي لازم أولا تربية العلاجية هذه وكنا نهضروا على الغذاء لازم الغذاء هذا يكون متناسق مع العادة وتقاليد تعنا لازم نقدر نطبقه على أرض الواقع من ناحية من ناحية العادة وتقاليد من ناحية الثاني المالية لازم واحد يكون حقاني حاليا الخضر والفواكه راهي في سعر ما تشي تقدر بتخطيش تكون في متناول جامع وبالتالي احنا نحاول أن نتكلموا مع المرضى باش نفهمهم باللي ذا السكاري والحمية تعو باشي حمية أنا ضد فكرة الحمية باش نكون صريحة معك أنا مع فكرة النظام الغذائي المتوازن ضبط المصطلحات فهذا النقطة مهم جدا لماذا؟ لأن الحمية تقدر تديرها شهر ولا شهرين هذه حاجة نلاحظها مع المرض خاصة عنده بداية المرض قلت لطبيبا مازيش ناكل خبز مازيش ناكل بطاطا نعصروا حيلة الطعام ناكل غرس بعم غارف ينقص كلش لكن صدقني خمسة شهر بعد يقول لطبيبا الخبزاني وليتناكل زوج خبزات وبالتالي أنا رأني ضد الفكرة الحرمان الكلي والرد الفعل العكسي ليكون كارثي لأنه يقول لطبيبا ما قدرج أتحمل كان بزف صحب هذا الرجيم جميل دكتورة في الأخير فقط قضية العلاج اليوم هل هو نفس البروتوكول الذي كان متبع منذ سنوات ونفسه اليوم أم أنه فيه بروتوكول جديد في تقدم فيما يقص هذا المجال هذا المجال فيه تقدم كبير ويعني أشكرك لقد قدرتنا على هذا الموضوع لأنه كان هناك أدوية جديدة يعني على مستوى الوطني الحمد لله رأي دخلت الجزائر المشكلة اللي رأنا نواجهه هو أنه هذه الأدوية غير يعني معوضة من طرف الضمان الاجتماعي يعني وليست فيه متناول أغلب المرضى خصوصا أنه عنا فئة من قلوش كل المرضى يعني فئة من مرضى السكري ليكونوا عندهم مضعفة كما قلنا مقبل عندهم مشاكل كلاوية أو مشاكل في القلب هذه الأدوية أبرزت نجعتها يعني بطريقة علمية بحتة كل الأخصائيين يجمعون بأنه هذه الأدوية تعاون لكن العائق اللي يقعد لنا الإنسان اللي عنده المادية باش يقدر يشريها يعني الحمد لله ولكن الإنسان الذي لا يستطيع يعني نحرمه لأنه يعني الخطأ الواحد المشكلة الواحد أنه ما عنده شيء إمكانية باشي تحصل عليها هذه بالنسبة للأدوية بالنسبة حتى للمعدات عنا دوكام ضخط الأنسولين عنا مثلا قضية البنكرياس الاصطناعي أيضا هل الفكرة يوم متاحة أنه يدخل هناك عدة أبحاث بالنسبة للبنكرياس الاصطناعي ولكن النجاعة التحارة هي يعني غير ما أثبتنا ذعب فعالية يعني كاملة ولكن المشكلة أين هو راهو في مضخط الأنسولين نعطيك مثال الطفلة اللي اشتهى قبل قليل تلاقيت أنا مع الأمتحة وتتحدثنا في بعض الأحيان تقول لها ماما ما نقدر لأنه عندما تقيس لمدة طويلة عدد 8 مرات في اليوم ليس حاجة سهلة هكي أن هناك آلات يمكن أن تقيس نسبة السكر بدون وخص هذه الآلات نحن جمعيا وطالب بتعويضها خص الأطفال من السكر من النوع الأول شميل دكتورة فايزة خلفة ورئيسة الرجل العلمية لمرضى السكر بلية الجزائر شكرا جزيلا لك وجودك معنا اليوم وعلى هذا النقاش نتمنى طبعا التوفيق لكم فيما سعيكم فيما يخص هذا المجال شكرا لكم على الاستضافة شكرا شميل مشاهدين الكرام إلى هنا نصل إياكم إلى ختام أولى موعدنا الإخبارية لنهاري اليوم لكن نعم ختام الموعد الإخباري شكرا